اشتركوا في القناة المناسب لنا. كل دي معلومات هنعرفها النهاردة. منوارنا الدكتورة هدير هاني اخصائية الجلدية والتجميلة. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا اهم. مبسوطة قوي ان انا معي كل نهات. وانا كمان مبسوطة ان انت موجودة. واحنا دايما يعني بنحس ان اكتر حاجة مهمة انت بتعمليها ان ما بتغيريش ملامح بتاعة اي حد بينجيلك. يعني دايما بنسمع ان الناس بقالها فترة بتحاول ان هم يحينوا بالزيادة. يعملوا حاجات شكلها اوفر على وشهم وكده. لك انت دايما بتقولي ايه بترممي اللباز. فبتهيالي ده دلوقتي بقى الموضة. هو دايما الشكل الطبيعي هو ده الحاجة اللي عمها ما هتبقى اوتوف دايت او عمها ما هتبطل. ودايما التكنيكس الجديدة. والجديد في عالم التجميل ان احنا دايما ناجح للشكل الطبيعي. دايما نحسن مش نصلح. اللي هو نزبط شوية حاجات. بس ما نخيقش عن الشكل الطبيعي بتاع البني قدمي. الكلام ده يمكن كان من فترة زمان. كانت دايما الناس مشوانة بتحقن بكميات كبيرة او ان هي تغير الشكل قوي. خلاص ما بقاش خلص الكلام ده يهم دلوقتي. الناس كانت بتحب من فترة ان هما يعني يزودوا بالزيادة بتحسي ان هما شكلهم مش طبيعي اكتر. دلوقتي ترند اكتر ان انت تبقى شكلك طبيعي. بالضبط ما كانش عندنا نالج بقده بتاعت زمان اللي هو ازاي نحقن. ازاي نزبط الحاجة من غير من منجو اكستريم. ازاي ندي بس للبيشنت الحاجة البسيطة اللي هي عايزاها. دلوقتي الموضوع اختلف تمام. تفتكري سوشال ميديا كالعبة دور في الموضوع ده؟ سوشال ميديا كان لها امباكت رهيب لانك دايما بتصدر للناس شكل معين. احنا محتاجين نبقى عليه. ودلوقتي برضو هي لها دور رهيب في انها تهجع الناس تاني للقانسبت بتاع انا عايزة بقى بشكل طبيعي. انا عايزة بقى احسن شكل انا ممكن اوصل له. طيب ممكن نعرف ايه رأيك في المشاكل اللي اسمعنا عنها مؤخرا بسبب عمليات ازالة الفيلر والتجميل عن مده؟ بصي المشاكل دي موجودة من زمان بس ما كانتش تحت الاسباط زي دلوقتي ازالة الفيلر طبعا بيعمل مشاكل. التدويب بتاع الفيلر احيانا كتير بيأزيت جد. خصويا لو كان الفيلر محقول بكميات كبيرة لو كان قاعدين بقى سنين بنحقن كميات كبيرة وبعدين فجأة كان ان احنا ندوبوا معا واحدة. هو الفيلر عمتا من الحاجات اللطيفة ان هو في العادي بيدوب لوحده. يعني هو بيتحقن بيدي شكل معين. مع الوقت بيمتص وبيوح خلاص كأنه ما كانش يعني الفكرة بتاعت ان هما بيقولوا الفيلر بيسقط الوش بعد فترة ده مش حقيقي اه لا. وخصوصا دلوقتي. والماتيرز الموجودة دلوقتي مختلفة. معادش خالص الكونسبت ده. بس برضو اجع اقولك اللي عمل مشاكل زمان اولا كانت الانواع مختلفة. زمان كمان كان فيه حقن للفيلر الدايم. ده دلوقتي محام دوليا. معادش موجود خالص. وده بقى من اهم اسباب المشاكل اللي احنا بنسمع عنها دلوقتي. وكان بيتشال بعمليات. ما كانش بيتشال بالعادي. انما دلوقتي لا. معادش عندنا الكلام ده خالص. دلوقتي لو واحدة عايزة تعمل عملية تجميل. عايزة تدوب الفيلر الاول لازم؟ على حسب الدكتور بتاها. وعلى حسب باقيه. وعلى حسب هي حقنة ايه. وحقنة كميات قد ايه. بس مثلا اه الناس مثلا اللي بتيجي تعمل تجميل في ملاخها. ولو حقنة قبل كده فيلر نوز. غالبا بندوبه. كل حد ولو غير تانية. يعني هعمل ايه ومش هعمل ايه. مختلف اول حسب الدكتور. بيجيلك نانسي يا دكتور بيقولولك مثلا انا عايزة بقى مثلا شبه نانسي عجرم. انا عايزة بقى شبه بيس عزيتك قبل كده ولا؟ بسي كنا زمان بنشوفها كتير قوي. دلوقتي الحمد لله ما بقناش بنشوفها. بقت الناس عندها وعي اكتر. السوشال ميديا بقده واللي الدكتورز بتنشؤه دايما هم بيحقنوا بفعن افتر. بقت مفاهمة الناس ان احنا يا جماعة احنا مش بنعمل معجزات. احنا مش بنغير الشكل اللي بنا خلقوه. احنا بنزبط شوية حاجات عشان انتي لما تبصي في المية تبقي متاحة لشكلك. لو في ديفو معين او حاجة معينة بتضيقك ما تبقيش شايفاها بشكل واضح زي زمان. طب الدكتور ايه اللي حصل? من كم سنة ومش من بعيد قوي كنا بنشوف ان الناس عايزة تحقن وشها جامد جدا. اه وان ده كان بنسبالهم بيوتي ساين او يعني علامة من علامات الجمال. دلوقتي الترند كله متجه لازالة الفيلر. وهل لما احنا بنشيل الفيلر ده بيقصر على الجلد ولا لا? بصي. الفيلر ما هو ايه الا هيلونك اسد. فاحنا لما بنيجي ندوب بنحط مادة عشان تدوب الهيلونك اسد. طبعا لو بنزيب الفيلر بكميات كبيرة ممكن يقصر شوية على الجلد. مختلف بقى الجلد ده حد صغير في السن هيري بلد الكولوجين بتاعه هيبني تاني الجلد بتاعه حد كبير في السن هيبقى صعب ان الجلد يقضى يتماسك تاني يقضى يستعيد صحته تاني. كل الحاجات دي بتختلف وبتفق من حد للاخر. طيب انا هسألك يا دكتور السؤال يمكن الناس كتير من بيتفرجوا علينا ممكن يكونوا عارفينه بس فيه ناس تانية اكيد مش بتكون عرفاء. دايما بنشوفه على السوشال ميديا السؤال ده. ايه الفرق بين الباطوكس والفيلر? طيب انا بحب اشرح للعينين بطريقة بسيطة قوي. طبعا هي مش اكيوت مية في المية بس عشان يقدر يفهمه. كل ما هو في الجزء العلوي من الوش ده مختص بالباطوكس كل ما هو في التلتين اللي تحت من الوش ده مختص بالفيلر. الباطوكس هو مادة بتعمل ارتخاء للعضلة يعني مثلا عندي تكشية قوية عندي علامات لما بقى في حواك بجمدة قوي لما باتحك جنب عيني بيكامش كل ده مختص به الباطوكس بيعمل ارتخاء للعضلة بيخلي لما تعملي اكسبريشنز ما تبقاش قوية قوي فما تقصرش على شكل الجلد. كل ما التلتين اللي تحت مختص بالفيلر. خسيت قوي يا دكتور وحسن نغدودي بدأ التقع. بدأ يظهر عندي خطوط الابتسامة بس بشكل واضح قوي مش مناسب لسني. شفيفي وفيعة شفية وعايز ازبطها. كل الحاجات دي مختصة بالفيلر. الفيلر جيل هيلونيك اسد. يعني لما بيتحط بيشرب مية بيدي شوية فوليوم. حتى دلوقتي بقى فيه انواع فيلر ما بتديش حتى الفوليوم ده. وهي دي دلوقتي الترند بجد. طيب فيه حاجات المفروض نعملها بدري شوية? حلو السؤال ده. بتجي لي بيشن تقول يا دكتور انا عدت التلاتين. المفروض اعمل باطوكس وفيلر? لا طبعا. ما فيش حاجة اسمها انا سني ايه. في حاجة اسمها انا وشي ايه. انا محتاجة دلوقتي ولا لا. يعني امتى ابدأ اعمل باطوكس? بدأت احس ان الخطوط التعبيرية ما بقيتش تعبيرية. خلص بقيت سبتة في الجلد. بقيت حتى من غير ما انا ما بقى مكشها شكلي كأني مكشها. اجي اخد سواء الاقص حبي بيقولولي انتي مكشها ليه احنا كنانا بنتحك. ده كده وقت الباطوكس. عملناي عند التلاتين عملناه عند الخمسين. اي وقت المهم ان انت تبقي محتاجة. مش ان انت تعمليه خلاص. يعني اللي بنسمعه مثلا انه انا هحق ان ارتي علشان ما يحصل لاش خطوط ده مش صح. لا. يبقى بدأ يحصل خطوط. هو ده الوقت الصح. وبعده الوجه الاخر غلط. يعني انا سبت اعطي لحد ما علمت. بقى عندي خطوط استاتيك حتى وانا مش بعمل اكسبرشنز. بقى عندي خطوط باينة وبعدين ارجع اقول انا عايز احق باطوكس. مش هيبقى مفيد وقتها. عشان كدائما بنقول ان الباطوكس من فوق الخمسة وعشرين سنة. مين يعمله اللي محتاجه. طيب احنا بنسمع عن كلمة جديدة طلعة ترند اسمها سكين بوستر. يعني ايه سكين بوستر. بصي بقى النيو ايها كلها دلوقتي بقت بعيدة عن الفلرز. بقت بعيدة عن الفوليوم. وده على فكرة تكملها اجابة لسؤالك. ليه الناس بدأت تشيل الفلر. الناس بدأت تشيل الفلر عشان بقى فيه حاجات بتدي لك طبيعي اكتر. بتدي النضاع اللي احنا محتاجينها. الجلو. انا حاسة انوشي ناشف قوي. حاسة ان شكلي ضل. الجزء ده بتدهولنا من غير الفوليوم. وده اللي بتعمله اللي سكين بوستر. اللي سكين بوستر ببساطة قوي هي محفزات للجلد. هيلونيك أسد ميلي بس بشكل مية. مش بشكل جل. فلما بحطه في الجلد بيسحب المية قوية قوي للجلد. بيحفز الكولوجين. بيدي كده بوش للخلايا ان هي تعيد تجديب نفسها. بيشتغل كأنتي ايجينج هيل. كل ده من غير ما يغير في الشكل. بس هل هو بينفخ؟ يعني هل هو هو مش فيلر. هو مش فيلر خالص. يعني ده حاجة ثالثة خالص. ولا هو باطوكس ولا هو فيلر. ده حاجة ثالثة اسمها سكين بوستر. بالضبط بتشتغل ميلي على الكواليتي أوف سكين. الكفاءة بتاعت الجلد. ان الجلد يبقى احسن. ان الجلد ما يطهلش بسرعة. ما يحصلناش البقع والغمقان ويبقى شكلي مطفي او شكلي تعبان. كل الكيووردز دي بتبقى مع السكين بوستر. وبيحسن يا دكتور الشكل يعني في لحظتها؟ لا طبعا بيحتاج شوية وقت على ما بيشتغل. في المتوسط بنقول العينين من ثلاثة لسبع أيام. يعني برضو يعتبر على طول مش حاجة حتوض شكور. ميزة الانجكشن عمتا ان هو الافكت بتاع بيبقى مور اميديا تعلم ما بياخد مثلا فيتامين بالبق. لاني لما انا اخد فيتامينز وحقينها في بشريتي هلاقي النتيجة اسعب كثير من لو خدتها او خدتها ككابسولات. وده يعتبر بيحلي بعد كام يوم اللي حضرتك قلت عليهم ولا هو بيبقى بيساعد على ان هو يحسن الجلد عمتا كأنه علاج. ما هو لما بيحسن الجلد انت بتحسي نفسك احلى بيكلموني بعد كده اقولي دكتور حسن وشي منوة. الناس بتشوفني بتقولي انت عامل ايف وشك عندك جلو عندك نضاة. شكلك مسح صح اكتة. هو ده اصلا ان احنا عايزينه. احنا عايزين شكلنا يبقى صحي اكتة. هو ده المهم. طيب ايه اكتر عمليات تجميل دلوقتي عليها اقبال كبير. شد الوش. ده اللي على طول عمل مشاكل. وهو من الحاجات شوية التقيلة في العمليات. الناس بتبقى فاكة في عينين يجو اللي عيدة قولي. طيب فيها ايه لو عملت وشي كده. فكنا لان ايه حاجة بسيطة وغوز بسيطة بسيطة كبير شوية. فهو ده فعلا اللي بيعمل مشاكل. ليه فبدأ يبقى ترند في السوشيال ميديا. طيب الشخص المفروض ده يبتدي يتجه لعمليات التجميل وهو في سن معين ولا ده حاجة ما لهاش علاقة برضه بالسن؟. فيه ناس ما بتتجه لهاش خالص. بس امتى بقول للبيشنت انتي محتاجة لعملي عملية. لو بقى الديفوهات او الطاهل اللي في الجلد جامد قوي. وهي خلاص هي مش ساتسفايد. او هي بدأت تتجه للفلز بكميات كبيرة. وقتها بقول لها لأ تعالين ستوب هنا الفلز مش هو الحل. طالما بقى فيه طاهل بنسبك بيها يبقى تها لازم عملية. طيب ايه الغلطات المنتشرة اللي بتجيلك وبتحسي ان هي صعبة جدا في حلها؟. الفلز المحقون غلط. غلط ده سواء تكنيك سواء مش مناسب النوع بتاعه. يعني يلاقي ناس مثلا بتحقن فلز خدود في البق مثلا عشان خاطر يقعد فطأ أطول طبعا بيعمل مشاكل جامدة. البوتوكس المحقون غلط. ساعات بيعمل شوية مشاكل. بس هو مين لي مشاكل بتاعت الفلاء أكتر. ودي حاجات ما ينفعش بعد شوية تروح لوحدها؟. لا غالبا بقى طعب الحداني ندوبه. وبعده هو على حسب انت لما تجعل الدكتور بتاعك اللي عمل لك هو هيدوبولك ولا هيبعتك على حد تاني. ده بيفق قوي. دايما لو الدكتور هو اللي بيشتغل حصل منه غلطة. ان هو يصلحه ده بيبقى أحسن بكتير. طبعا. تاعت المصريين في التجميل عمتا؟ كان. بس دلوقتي ما بقاش قوي. برضو انتشار السوشال ميديا. انتشار البلوجرز اللي بيطلعوا يقولوا أنا عملت كذا. أنا عملت كذا. ويعني وصل الفكة للناس بشكل أوضح شوية. الناس ما بقيتش بتخاف قوي زي زمان. فكة لما بيشوفوا البيفور والأفتر ويلاقوا التغيير بسيط حاجات لطيفة حاجات زعيفة بدأت الدنيا تتحسن كتير. زمان كان عندنا دايما قنسبت لو أنا هعمل فلر هيبقى وشي منفوخ. أنا هعمل شفايفي هيبقى بقي كبير قوي. معدش الكلام ده. أو مثلا فكرة البوتوكس أنا كده مش هعمل إكسبريشنز. الكلام ده تغيى دلوقتي. لسه شوية عندنا النظر دي بس ما بقيتش زي زمان خالص. طب في فنانات كتير بيتوجهوا ان هم بيعملوا حاجة معرفش ايه هي بالظبط انت اللي هتقولي يا دكتور بتتخن الجلد بتاعهم علشان ما يقعش بسرعة أو ان هو يتعب بسرعة أو ان الجلد يكون ضعيف. فيه حاجة فعلا كده؟ طبعا فيه انواع من الاسكين بوسترز بيشتغل على الموضوع ده. الفيلر الكالسيوم بيشتغل على الموضوع ده. الروتين بتاعهم بيشتغل على الموضوع ده. ودي على فكرة حاجة صحة قوي. الجلد مع السن بيبدأ يبقى رؤية اكتر. بيبدأ يبقى السمك بتاعه اقل. وده بيساعد ان يحصل مشاكل. طول ما احنا بنحافظ على جلدنا وبننشطه دايما بيبقى السمك بتاعه احسن. ده بيفق معنا قوي. طيب احنا دلوقتي في الشتاء يا دكتور وفيه اكيد مشاكل بتواجهنا كتير جدا. اولها جفاف البشرة. نعمل فيه ايه؟ بسي. مشكلتنا دايما في الشتاء. الشتاء بيجي علينا بننسى نشب مياه. دي كاسة. الوش على طول محتاج مياه. تاني حاجة ان احنا مثلا نغسل وشنا بمياه سخنة ونطلع في هوا بسائع. ده طبعا بيقدي جدا بيزود جفاف البشرة. فيه كمان ساعات ناس بيبقى عندها اجزيمة بتزيد اكتر في السائعة فده بيسبب لهم جفاف للبشرة اكتر. المهم نحط ايدينا على السبب. دي من اول اسباب. تاني حاجة نشب مياه كتير. تالت حاجة نستخدم مؤطبات طبية مناسبة لبشرتنا. يعني لو بشرتنا دهنية. مش معنى ان احنا نستخدم مؤطب. نستخدم مؤطب مناسب للبشرة الدهنية. الحاجات اللي مش بتطلع حبوب. بشرتنا جفة نستخدم مؤطب طبي بيبقى أتقل شوية. مناسب أكتر للبشرة الجفة. وهكذا. وده مش معناه ان الستة تنزل تروح الصيدلية تنقل نفسها. يعني انت بتقول ان احنا لازم نروح لدكتور مثلا علشان يقول مثلا انت بشرتك كذا ومحتاج ان انت تعملي كذا وكذا. يعني اتليست مرة نوح لدكتور نفهم الدنيا ماشية ازاي. انا بلاقي كواس بلاقي حد بشرته دهنية مثلا وبص مثلا على السوشال ميديا لان المؤطبات كويسة. يوح يجيب مؤطب للبشرة الجفة. وتيجي تقول لي انا استغرطت ان الحبوب زادت طب ما هو من ده. فأتليست مرة من حين لآخر نوح لدكتور يكتب لنا روتين. نفهم بشرتنا انا بحب او يفاهم العينين بتواني. يعني يقول لها انت مثلا بشرتك دهنية. هتفضلي تستخدمي حاجات خفيفة. بقول لها بالبلدي اي كيم تيجي تحطيها على وشك تلاقي تقيل وتخيل ما تستخدمهوش. ده مش مناسب لك. يجي لي حد مثلا عنده وادية او المنطقة دي حمى. اقول لها اي حاجة تحس انها بتكلك لما تحطيها على وشك. دي حاجة مش مناسبة لك. لازم العين فاهم بشرته ايه. الدكتور يعمل له الخيطة وهو يمشي عليها بعد كده. دكتور حد جالك قبل كده وقلت له. لأ مش هحقينك مشك. لأ كتير. ايه يحكي لنا بقى. عايزين نعرف الحاجات دي. بس دي اولا طبعا بتبقى فيه ناس عايزة تبدأ بادة ايه قوي. دول بمشيهم على طول. صغيرين في السن. صغيرين في السن والسوشال ميديا عملالهم بالضبط عملالهم انفلوانس راهيب. اللي هو دكتور انا هزبط دي انا هزبط دي. او يجي مسلا حد سنو صغيري وتقولي انا عندي خطوط ابتسامة طبيعي يبقى عندنا شوية خطوط ابتسامة يا جماعة احنا مش هنبقى جوكر فيس. صح. دول طبعا بمشيهم. والعكس بقى. ناس حقنا كتير قوي. وthey are not satisfied. مش ركزين بشكله. دي مهما هتحقن لها. هي مش تبقى مبسوطة. هي عايزة البرفكشن. ودايما البرفكشن بيؤدي للشكل الاوفر. البرفكشن احنا نسيب سن قبل ما نوصل. دايما نخلينا في الجزء الطبيعي. بلاش يا جماعة ان اوفى قوي الانجاكشن. وقتها هدور بعضه طبعا ما مشيهم. طيب لو في حد جالك يا دكتور وعايز وشه. يبقى فيه نضارة وعايز يحقن وشه. بس هو مش عايز يتجه للفلر خالص. يعمل ايه? ايه يا الحقن اللي انتي شايفة ان هي بتعمل نضارة وبتحسن من السكن. وايه هو الروتين اللي المفروض يحقن بيوشه. طيب بصي وكده. مبدئيا الحقن اللي بتدي نضارة دلوقتي بقت موجودة كتير قوي في الماركت. وبقى عندنا فعايتز عالية قوي. على حسب انا محتاجة نضارة بس. محتاجة نضارة وتفتيح. محتاجة نضارة ومحتاجة ابني الجلد. كل ده كل كوكتيل من دول مختلف في براند معين بحقنة معينة. كلهم بينداجوا تحت كلمة سكين بوستر. سكين بوستر دي كلمة عامة قوي. ميلي يعني معناها ان الحقن اساسها هيلانك اسد. وبعدين بيضاف عليها اشياء. في حقن بتبقى فيها مواد تفتيح لناس اللي عندهم كلف. عندهم بقع بعد الصيف. الناس اللي محتاجة تنوى وشها اكتر. في بقع بيبقى متضاف لها امينو اسدز. الامينو اسدز بتبني الجلد للناس اللي عندها جلدها ايا الناس اللي عندها ايجينج اكتر وهكذا. فالكلمة عامة قوي بس بينداج تحتها انواع كتير قوي. بنختار منها على حسب البيشنت. وبرضو بتعود من خمس لسبعة سيام وبيبتدي بين الفرق. بيبتدي بين المتيجة. بنعمل جلسة تانية بعد شهر. والجلسة التالتة غالبا بتبقى بعد ستة شهر. نيجي بقى لمنطقة العين. الهالات السودة وال الانتفاخات. ايه حالها؟ بصي بقى. حلو قوي السؤال ده. اول حاجة الهالات السودة انواع. فيه هالات سودة واسية. بتبقى فوق وتحت. يعني. واحدة واحدة بقى. دي حالها ايه دكتور؟ حقنة ولا حاجات بتتحطة؟ لا لبن حاجات بتتحطة. وبتبقى لو هنحقن حاجة بتبقى حاجات زي الميزو تيرابي شوية فيتامينز حوالين العين. ما فيه بوسترز معينة حوالين العين. وكده. تمام طيب. تاني نوع. هالات جاية بسبب تجويف. عندنا تجويفة تحت العين. مدية شادو ان احنا عندنا هالات. دي وقتها بيبقى حالها. دي تجويفة. دي تجويفة بس مدية شادو غامل. فيه قاعدة كده بتاعت الضل والضوء ان اي حاجة داخل الجواب بتبان اغمى اي حاجة طلع البقية بتبان افتح. مظبوط. وقتها دول بمحتاجين فلرة تحت العين. فيه انواع مخصوصة FDA proof. ده هي دي اللي ممكن نحقنها تحت عينة. ووقتها بنقر الجلسة دي مرة كل سنة. طيب. فيه بقى نوع ثالث اللي بيبقى العوء عندهم زاقة والجلد بتاعه شفاف قوي. دول بنتجهلهم لكريمات معينة. كريمات فيها مواد تأشير بسيطة. حاجات مناسبة للعين انها تبني الجلد وتزود السمكة بتاعته فالشعارات الدموية اللي تحته ما تبقاش باينة قوي. وده ممكن مع اي سن ولا لازم يكون سن صغير. لا مع اي سن بس اهم حاجة نحدد سبب الهالات ونقدر نتعامل على اساسها. طيب. ممكن تدينا يا دكتور روتين للبشرة المختلطة. البشرة الدهنية. البشرة الجافة. طيب. اول حاجة البشرة الجافة الاساسية. ان احنا نخسل وشنا الصبح وبالليل. لما نيجي نستخدم تونة من الحاجات اللطيفة اول البشرة الجافة حاجة زي ميت الودي. بيبقى بسيط ولطيف وموط. تمام. ده يستخدموها مرة صبح ومرة بالليل. يعني اي حاجة هتقوليها بالنسبة للجافة بتتعامل مرتين في اليوم. الصبح وبالليل. مع ان فيه ناس كثير بتفتكر ان عشان جافة فمخسرش وشي كتير. لا طبعا. اوكي. بسي. الودي مثلا. نحط مرات قوي. اوكي لو احنا في الشتاء. مناسب للبشرة الجافة الصبح وبالليل. واهم حاجة السام بلوك ده لكل انواع البشرة. حتى في الشتاء حتى في الشتاء طبعا. ده موضوع منتابي. طب لو حدا مش نازل يا دوكتور مش هيحط السام بلوك. مش هيحط سام بلوك. بس هننزل. هنتعرض لشمس. تقولك اس الدنيا مغيمة شوية اصل كذا. لا يا جماعة. في والالتر فيولو تريز والالتر فيولو تريز وبتوصل وبتأذي بشتنا. طيب البشرة الدهنية. طبعا دي كومن قوي ومن اكتر حاجات. ساني واحدة الجافة ما بنحطش حاجة بالليل. المؤتب الصبح وبالليل. اه مرتين. بس ممكن نضيف حاجات زي سام هيلانك اسد للبشرة جافة هيساعد قوي. لو احنا عايزين حاجات خفيفة. برضو الصبح وبالليل. طيب لو احنا جايين نتكلم عن البشرة الدهنية عشان دي كومن قوي دي من اكتر انواع البشرة المنتشرة في مصر. بنغسل وشينا الصبح وبالليل. لو هنستخدم تونة يبقى احماض. يبقى البيز بتاعه حمضي شوية. زي. حاجات فيها يعني مش عايز اقول باندر. لا يعطي حاجات زي حمضية. حاجات زي سالي سيليك اسد. ازيليك اسد. الحاجات الاحماض اللي بتساعد دايما انها تقلل افاز الدهون. وتساعد المسامات انها تفضل صغياء. لان البشرة الدهنية مشكلتها دايما المسام الواسعة. ودي من اكتر حاجات اللي بنشوفها في الكلانيك. لو هنستخدم حاجة الصبح هيبقى مرطب خفيف قوي. وصن بلوك. لو بالليل هنستخدم حاجة احنا في فطرة الشتاء الكلمات المكشرة او الكلمات المحتوية على ريتينول هيلة قوي في الشتاء هتقلل لهم الدهون بتاعة البشرة. هتقلل الحبوب. هتقلل لو عندهم علامات. فده هيبقى ميوتين مناسب قوي لمنوضوع الشتاء. اوكي. البشرة المختلطة بقى دايما بميكس كده معاكم. بقول لهم بصوا. احنا بنعمل التي زون اللي هوتين بتاع البشرة الجفة. والبقية والشوكو اللي هوتين بتاع البشرة الدهنية. والبقية والشوكو اللي هوتين بتاع البشرة الجفة. يعني لو هنستخدم تونة نستخدم تونة بس على الاماكن الدهنية. لو هنستخدم موطب نهكز اكتر على الاماكن الجفة اللي بتنشف بسرعة. طيب دكتور ندخل بقى على الشعر. ايه هي بلازمس الشعر؟ طيب الشع عامة من الحاجات اللي استجابتها في العلاج بتبقى بطيقة شوية ده هو التجدد الشعي بتاخد من 3 ل 6 شوية فلاقينا إن من الحاجات اللي بتساعة شوية النتاج إن احنا نعمل حقنا البلازمة البلازمة هي صفايح دموية يعني إيه صفايح دموية؟ يعني احنا بنسحب عين الدم بنحطها في قنبوبة معينة وجهاز معين وبيفصل لي الجزء اللي فيه المواد المغزية والصفايح الدموية الصفايح الدموية دي بنعيد حقناها تاني فاوتراس فبتساعد الشع على إن هو ينمو بشكل أسع بتساعد إنها توقف التساقط الناس اللي عملت مثلا تريتمنت ودي حاجة منتشرة قوي بتريتمنت إن عمل التريتمنت تطلع قوي شوية على شعرها ووقع بعدها بتعيد إنبات الشعر تاني مفيدة قوي للحاجات دي طيب يعني إيه يا دكتور التأشير الكيميائي؟ وهل هو كويس ولا؟ بسي التأشير الكيميائي يعني بحط مادة بتساعد إن الجلد أول طبقة منه يحصل لها اجزيفولييشن أو تطلع لبقى فلو في تصبغات مثلا سطحية لو في علامات حب شباب بسيطة لو في بهتان في اللون كلنا بنطلع من الصيف دايما عندنا دونس في السكن جلدنا غامق شوية عندنا شوية بقع بسيطة نمش خفيف بيساعد في كل ده إن أنا حس إن الملمس بتاع بشريتي خشن ده برضو بيساعد فيه قوي فهو مفيد مفيد بس نستخدمه صح نعمله للبشرة المناسبة يعني ما تجيش مثلا حد كان بيشتغل مثلا على كيمات تأشير واجه قلت على عمل لك تأشير كيميائي هي ببشرته أصلا ملتهبة وحمة وما عندهاش استعداد إن احنا نعمل لها تأشير دلوقتي إن احنا نحضيه صح نستخدم له كيمات صحة قبليها يستخدم كورس مؤطبات محترم طول فتاة التأشير يساعد إن التأشير ده يحصل بشكل آمن من غير ما يسيب علامات بعديها طيب دكتور جالنا برضو أسئلة كتير جدا عن الميزوثيربي إيه هو الميزوثيربي وهل هو كويس وفيه أجدد منه ولا لا بصي الميزوثيربي كويس للحالة بتاعته يعني مثلا حد عنده أمراض مناعية مش هينفع نعمله بلازما ده من أهم الأزاب اللي نستخدم فيها الميزوثيربي حد أصلا هو الدايت بتاعه ضعيف أو طالع من وقت معين هو نفسه عنده فاقف الفيتامينات ومحتاجين نجيب له فيتامينات من بقى هو ده الميزوثيربي فيتامينز متعلبة في أمبول إحنا بنحقنها على طول دايت مش محتاجين نسحب عينا من البيشنط ونجع نحقن هتين في حاجات أجدد دايما في التجميل في حاجات أجدد هو ستيل موجود بس بقى عندنا دلوقتي حلول يعني واقعية أكتر بيجيب نتائج أعلى شوية طيب الدكتور لو حد عنده نقص في الفيتامينز يعمل إيه بصي لو حد عنده الدنيا لو من جوه بايزة من بقى دايما هتبقى بايزة أنا دايما بقول العينين كده لو حد عنده نقص في الفيتامينز لازم نلتزم على الفيتامينز آه إحنا ممكن نعمل حاجات من بعد ساعة بس دايما الأصل من جوه لازم نفضل ماشينا على الفيتامينز لازم ناخد غذاء متكامل صحي والكلام ده مش كلامه خلاص هو بجد بيفئ الخضاء بيفئ قريف بشرتنا البروتين بيفئ قريف بشرتنا شرب الميا بيفئ لو بنعمل كل الحاجات دي ومش ماشيين أصلا على دايت متوازن مش هيفتنا بحاجة طب هل في فيتامينز ممكن ناخدها عشان بتحسن من البشرة عمتا بتبقى موجودة في الصيدلية عادي يعني آه طبعا البيوتين عمتا من الحاجات المهمة قوي للشعر والبشرة الزنك من الحاجات المهمة قوي للبشرة واكشلي الزنك دلوقتي من الحاجات اللي ثبت علميا انها بتقصى كمان في نتيجة البوتوكس يعني حتى لو احنا بنحقن البوتوكس ما بقاش بيقعد معانا ودي بقت حاجة منتشرة قوي أو ما بقناش ساتسفايد بالنتيجة الزنك من الحاجات اللي بتحسن قوي للسكن وبتحسن كمان النتائج بتاعت البوتوكس طيب بس لو حد اصلا الزنك بتاعه مظبوط في تحاليله برضو ياخد عايزين فيهاش مشكلة في لوقتها مش محتاجه احنا غالبا لما بنعمل تحاليل بنكتشف ان فيه حاجات نقصة وعشان كده مهم قوي ان احنا نعمل تحاليل في أول رحلة العلاج هتعرفنا وتحط لنا قدينا احنا المشكلة عندنا في ايه طيب دكتور غششينا عشان انتي معنا النهار ده لازم هتغششينا حاجة ازاي نعرف ان دي عياد التجميل انا اصق فيها وادخلها طيب بصي بقى مستوى النظافة مهم قوي يعني لما تخشي عادي التجميل او حتى اي كلينك لدكتور مستوى النظافة بيدل على حاجات تانية قدام انا دايما بقول لهم في التجميل اهم حاجة نبقى سيف يا جماعة احنا جايين نعمل حاجة عشان تحلينا مش عشان نطلع بمشاكل طبعا اول حاجة تاني حاجة كلامك مع الدكتور لازم تشوفي الدكتور ده دماغه عاملة ازاي وكمان اشوف الدكتور اساسا من منفوخ ولا مش منفوخ ودي انا اسف ان انا بقولها شوفي وش اللي بتحقلك لو هي اللي بتحقلك هي اصلا فهي دي نظرتها عن الجمال الطبيعي لانه اللي بقى ليني ستقولك انا بحب الناترال بس بتبصي على وشها ده مش علامة انها ناترال بصي على وش اللي بتحقلك لو هي اوفر فلد او هي حقنة كتير مش ده الاتجاه اللي انت عايزها لا اهابي على طول من الحاجات المهمة اوي لما تتكلمي مع الدكتور دلوقتي السوشال ميديا ما خليش انا دايما لما باجي العيانة اقول لها حاجة اقول لها سرش اعملي سرش في التكنية اللي انت عايزة تعمليها التكنيك وتعالي اسألي الدكتور لازم يا جماعة الكميونيكيشنز مهمة اوي نص المشاكل بتيجي من عدم الكميونيكيشن مثلا داخلها تعملي عملية وما عتيش تتكلمي مع الدكتور اداما بقول النص ساعة لقابل العملية والعيان فيه دي اهم من العملية نفسها الدكتور بيسم كل حاجة هقولك انا هفتح منين انا هخيط فين الغاز هيبقى شكلها عامل ازاي ده كله مهم نفس الفكة في الانجكشن لازم تتكلم معي انا هحقن فين انا هحقن مادة نوعها ايه من حقك تشوفي نوع المادة اللي بتتحقلك لازم تعافي البلد اللي جاية منها لازم تعافي انا بتحقل لي ماكا عاملة ازاي تجوجل وتشوفي الناس عندهم مشاكل مع الحاجات دي ولا لأ كل ده مهم تسألي عن التقنية واهم حاجة تسألي لو حصل مشكلة هو هيعمل ايه طب ايه رايك في الناس اللي بتروح عيادات مش بتاع الدكاترة وبيحقنوا وشو بصي انا جات لي بيشنت احكيلك الواقع دي جات لي بيشنت اول ما قابلها اهلا وسهلا وهي شكلها very well educated قالتلي انا عايز ادوب الفلع بتاع شفافي طيب تمام ليه مدايقك فقالتلي لا انا روحت لفلانة الفلانية ويتشيز طبعا هي مش دكتورة قالتلي هي بتاح انشاء شفاف قالتلي انا هحقلك بس الفلع القديم مش هيزبط فلازم تدوبيه الاول فقالتليها طيب حلو هي ما دوبته الكيش ليه قالتلي لا قالتلي انها مش بتعرف تدوب لانها مش دكتورة قلتلها بصي انا دوبه لكو كل حاجة بس هل انتي عافى ان لو بيحصل مشكلة في الفلع اول حاجة بنعملها ان احنا ندوب الفلع طب انتي لو بتحقلك وحصل مشكلة وهي بتحقيني هتعرف تتصرف ازاي احنا عندنا حاجة اسمها emergency kit في العيادة الemergency kit دي لو حصل مشكلة لقد ضلاء which is بيحصل يا جماعة حتى لو بالنسب قوليه بس لازم نبعملين احتياطاتنا اهم حاجة فيه انك تدوب الفلع طب اي هتعرف تتصرف لك ازاي واتا هتوديك لدكتور تاني طب الدكتور عافى انتي حقانتي ايه حقانتي ازاي الحاجات المهمة اوي ان انا بقى عافى الدكتور ده هيعرف يتصرف ازاي لما يحصل مشكلة دكتور هدير هاني اقصاء الجلدية والتجميل بشكر حضرتك جدا 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 على وجودك معنا النهاردة انا مبسوطة اوي 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 ان انا معيك النهاردة مرسي اوي دكتور وبكده تكون خلصت حلقاتنا النهاردة شكرا لكم ونشوفكم الاسبوع جاي ان شاء الله في نفس المعين باي باي اشتركوا في القناة